قال أخوان جوايدو زعيم المعارضة في فينزولا إن عناصر من المخابرات اعتقلت مدير مكتبه روبرتو ماريرو خلال مذاهمة وقالت الإدارة الأمريكية إن هذا الإجراء دن يمر دون رد وقال جوايدو إنه تمت مذاهمة منزلي ماريرو والنائب المعارض سيرجيو بيرغارا واعتقالهما وطالب بإطلاق صراحهما على الفورة وقال وزير الداخلية البنزولي إن السلطات اعتقلت ماريرو لتوارطه في خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات على رموز سياسية رفيعة وعرض وزير الداخلية خلال ظهور على التلفزيون الرسمية صورة لبندقيتين قال إنهم من الأدلة التي تدين ماريرو وقالت المعارضة إن أجهزة المخابرات وضعت أسلحة في منزله خلال المداهمة وحذر مسؤولون أمريكيون كبار الرئيس الفينيزوليني كولاس مادورو مرارا من المساس بيجوايدو وأفراد دائرتهم مقربة موسيقى 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 موسيقى